استمراراً لاحتفالة مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم أقام جمعية المحاربين القدماء مهرجاناً رياضياً على ملاعب جهاز الرياضة العسكري وبحضور عدد من قادة القوات المسلحة بدأت الفعاليات بكلمة ألواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء نقل خلالها تحية وزير الدفاع ورئيس الأركان للمحاربين القدماء المشاركين في المهرجان مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير الخدمات والأنشطة المختلفة التي تقدمها الجمعية لأعضائها وتضمنت الفعاليات إقامة العديد من المباراة الرياضية كما قدمت الموسيقى العسكرية عدداً من العروض والمقطعات الموسيقية الوطنية والتراثية وفي نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة